نبدأ مع حضراتكم الأول بأخبار بعثة النادي الأهلي بعثة الفريق الأول طبعاً لكورة القدم برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي كان ترقص بعثة في تونس واللي عادت للقاهرة بسلامة الله والحقيقة يمكن برنامج ميسر مارس الكولا للأسبوع الجاية وقرر يدي راحة يومين بعد ما خلص طبعاً مباراة الجولة الأولى في رادس هيدي راحة النهاردة ويدي راحة بكرة دي لقطات طبعاً من عودة البعثة تقدمهم كابتن محمود الخطيب حقيقة يمكن بيتهالي كمان أنه كابتن خطيب يعني أنا بالنسبة لي وبالنسبة للملايين أعتقد بالذات المنجيلي أو اللي أكبر مني كمان شوية يعني أعتقد نحن متفقين أننا ما شفناش في ملاعب كورة القدم أسطورة زي كابتن محمود الخطيب لا قبله ولا بعده أنا ما شفتش يعني أسمع طبعاً أنه مصر طول عمرها ولادة وأنه فيه لجوم كبار جداً جداً من قام مختار التتش وأسماء كتير جداً لعبت في مصر وقدمت يعني سابت علامات لكن أنا بالنسبة لي الخطيب هو أسطورة قورة القدم المصري اللي ما كنتش الحقيقة متعقع ومشتقليل من كابتن محمود الخطيب هو النجاح المبهر اللي حققه والنادي الأهلي أو النقلة النوعية اللي اتحققت في عهد كابتن محمود الخطيب وكأنه بينه وبين نفسه عنده إصرار أنه زي ما كان أسطورة داخل الملعب وعمل اسم كبير جداً مع النادي الأهلي أنه كمان في موقع الإدارة وهو بتولى مسؤولية النادي الأهلي يسيب تاريخ كبير وعلامة كبيرة جداً كواحد من أنجح الرؤساء لتولوا مسؤولية النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ويكفي فخراً طبعاً أنه الأهلي بيخود خمس نهائي على التوالي يعتقد نجاح لم يسبق لي لا في الأهلي ولا في أي نادي إفريقي أن يحقق مثل هذا النجاح ونتمنى التوفيق لأنه النسخة الرابعة أو البطولة الرابعة من أصل خمس بطولات أعتقد أنه أنجاز لم يتحقق وصعب أنه يتحقق إلا لو كان النادي الأهلي هو صاحب التحدي أو رقم القياسي على كل أحوال عودة بعستنا ما يقلناش فيها غير يعني نحط طامن على العلي معلول الحمد لله يمكن يعني بلعيبة ما كانتش يومها يمكن الترجي فرض علينا سلوب معين يمكن الملعب وأجواء الملعب كانت صعبة لكن في النهاية إذا كانت جماهية النادي الأهلي مش راضية قوي على النتيجة ده لأنها كانت وثقة أنه الأهلي أو إحساسها أنه الأهلي إمكانته أكبر بكتير جداً من الترجي وأنه يقدر يحقق الفوز في راضيس وده لو بيعكس حاجة أو بيأكد حاجة بيأكد تقل وحجم اسم النادي الأهلي على مستوى قلة أفريقيا